موسيقى من بيروت أهلا بكم إلى برنامج جيران العرب الذي يتناول قمة دول حوض النيل التي عقدت في عنتيبي بعد سنوات من الغياب بحضور جميع الدول في محاولة لتفادي الانقسامات وطرح الاعتراضات على اتفاق عنتيبي وأهمية الأمن المائي حيث يشكل النيل ركيزة للتنمية الاقتصادية وللتوترات السياسية في آن في المحور الأول نبحث في نتائج القمة ومستقبل مبادرة حوض النيل وأبرز نقاط الخلاف لسيما بالنسبة لمصر والسودان وفي المحور الثاني نستوضح كيفية تأثيرات مقرارات القمة على سد النهضة إضافة إلى الخلفية السياسية والاستطفافات الثنائية التي يمكن أن تؤثر على مسار اتفاق عنتيبي وهل دول الحوض الكبرى ستفرض إرادتها للاستفادة من مياه النهر أرحب بضيوفي في الأستوديو الأستاذ اليس حنى خبير بشؤون الاستراتيجية ومن الخرطوم عبد المنعم أبو إدريس كاتب متخصص بشؤون الإفريقية ومن نيروبي علي جبريل الكتبي باحث في شؤون شرق إفريقيا والبحيرات العظمى أهلا بكم جميعا نبدأ مع تقرير حول القمة التي عقدت في عنتيبي والخلافات التي سبقت ونعود للحوار دون التوصل إلى توافق بشأن النقاط المثيرة للخلاف اختتمت في مدينة عنتيبي شمالية أغانتا قمة رؤساء دول حوض النيل ليزداد الانقسام حول ما يعرف باتفاقية عنتيبي التي تنص على تقاسم مياه نهر النيل بين الدول الأعضاء بشكل متساون وليس متعادل وهنا يكمن كل الفرق حول هذه النقطة بالذات والتي كانت سببا لمقاطعة مصر منذ العام 2010 مبادرة حوض النيل تساندها في ذلك كل من السودان ومن ثم جنوب السودان والكونغو الديمقراطية دارت نقاشات القمة وبدأ أن ثم تتشدد سيطر على بعض دول المنبع لسيما أثيوبيا الحقيقة أن دول المنبع ترفض اتفاقية عام 1929 التاريخية التي تمنح مصر حق الفيتو على أي مشروع يقام على النيل مثل السدود كما لم تعد هذه الدول تعترف بمعاهدة عام 1959 التي تقسم الأربعة والثمانين مليار متر مكعب بين مصر والسودان معطية مصر 55 مليار وخمسمائة مليون متر مكعب من مياه النيل كحق مائي لأنه ليس لأرض الكنانة أي مورد مائي آخر تصر بعض الدول المنبع على التمسك باتفاقية عنتيبيا التي تقول بتوزيع المياه بالتساوي بين دول النهر فيما تقول الوقائع إن أثيوبيا التي يهطل عليها سنويا نحو 860 مليار متر مكعب من الأمطار ولديها 12 نهرا وأربع عشرة بحيرة تصر على أن تقسم مصر 55 مليار وخمسمائة مليون متر مكعب هي كل ما يصلها سنويا من مياه النيل عاد الوفد المصري إلى بلاده بخيبة أمل لسيما أنه كان قد أعد وثيقة قانونية تدخل بعض التعديلات على اتفاقية عنتيبي فتلك الاتفاقية التي وقعتها خمسة بلدان هي أثيوبيا وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا ثم انضمت إليها بوروندي فيما بعد لم تأخذ بعين الاعتبار ثلاثة نقاط جوهرية الأمن المائي لدول المصب الأخطار المسبقة بإقامة أي مشاريع على ضفاف أو روافد النيل لضمان عدم الإضرار بمصلحة أي من الدول المشاطئة للنهر وأخيرا التصويت بالإجماع كنوع من التوازن بين حاجة دول المصب ودول المنبع تصر مصر على هذه النقاط الثلاث التي يقول اتفاق عنتيبي بعكسها واقترحت مصر في القمة كنوع من تدوير الزوايا القبول بتصويت الغالبية على أن تكون القاهرة والخرطوم ضمن هذه الغالبية لكن الاختراح المصري غرق في مياه النيل الكبير ما الذي جعل دول حوض النيل تعقد هذه القمة الآن خاصة بعد غياب لفترة سنوات في اجتماعات على مستوى الخبراء ولكن حضور عشر دول لدول حوض النيل هذه المرة بهذه القمة على هذا المستوى لماذا؟ هل في تراجع بالمواقف من قبل مصر والسودان أم في قبول من الدول الأخرى التي وقعت على اتفاق عن تيبي بأن تتنازل؟ يجب أن نتحدث أولا عن التغيرات الأساسية في العالم يعني عندما نقول النظام العالمي لكل نظام عالمي مؤسساته قوانينه معاهدته يعني ما كان في العام تسعة وعشرين وفي العام تسعة وخمسين هو ليس كما حال اليوم اليوم المرحلة مرحلة تحول جيوسياسي بالنظام العالمي بالنظام الإقليمي حتى على مستوى الدول هناك ما يسمى بعديد السكان هناك ما يسمى بالتغير المناخي هذا الأمر هو جزء أساسي اجتماع الرؤساء أو على مستوى الرؤساء عن تيبي يدل على أهمية الموضوع فقط لأن هناك تحولات جزرية وأساسية ولكن المشكلة الكبرى هي ما هو حيوي حياة أو موت لدولة هو استراتيجي يمكن الاستغناء عنه أو القبول به لدول أخرى يعني اليوم تعتبر دول الأعلى التي هي المصدر خاصة أثيوبيا أن هناك تحول ما تريده لنفسها هو حيوي موت أو حياة لمصر يعني هناك ما يسمى بالمسلمات الجيوسياسية التي لا يمكن التخلي عنها هذه حال مصر الأكثر خطورة يأتيها السودان بجزئيه وبعدها نتحدث عن هذا ما تطالب به مصر اليوم التحول الأساسي لم يعد لمصر كما للنظام العالمي هذه القدرة على فرض ما تريده في هذا الأمور وهناك تحولات أساسية يعني هناك تعني أنه في مرونة مصرية ظهرت ولذلك تم عقد هذه القمة المرونة المصرية تعكس المخاطر على مصر وواقع مصر الحالي الواقع الاجتماعي الواقع السياسي الواقع الاقتصادي والمالي لكن مصر لم تتخلى عن المطالب الأساسية اللي هي حصطة المائية اللي هي 55.5 مليار متر مكعب حسب اتفاقية ال59 وهذا ما قلت عنه أن المسلمات حياة أو موت يعني الامبراتبس كما يقال لا يمكن التخلي عنها طيب إذا تمسكت بهذا الأمر والآخر يقول لك كلا خاصة عندما تبني سد النهضة يعني أثيوبيا يعني أوكي شو البديل هل هو الزهاب إلى حرب حصل هذا الحرب بالعام 1870 الغدية وعندما هاجم عبر إيراتريا لمدة سنتين يوم هنا قلت التحول الأساسي مصر وضعه الأساسي التغيير المناخي عدد السكان الواقع الاقتصادي السياسي والاجتماعي الأهم اليوم نتحدث عن ارتفاع مستوى مياه البحر في وقت من الأوقات الأمر الذي يهدد دل تنميل في مرحلة لاحقة يعني كل هذه الأمور تأتي فيه أسوأ وقت للعالم العربي وأسوأ وقت لمصر من هنا هذه المرونة المصرية خليني أسأل هذا السؤال إلى أستاذ عبد المنعم من الخرطوم يعني بالواقع المصري الحالي نحن نعلم أنه يعني السادات كان يقول أنه إذا كان من حرب ممكن أن تدخلها مصر فهي الحرب على الماء وبالتالي اليوم الماء مسألة أساسية مسألة أمن قومي بالنسبة لمصر خاصة أنه ليس لديها مصادر أخرى غير النيل فبالتالي هي بحاجة ماسة إلى هذه الحصة المائية إلى أي مدى يمكن لدول الأخرى دول الحوض النيل أن تقبل بأن تعطي هذه الحصة وأن تبقى كما هي من اتفاق التسع وخمسين حتى اليوم وبالتالي القبول بهذا الشرط وما هو المقابل لهذه الدول منذ أن بدأت تفاوض حول قضية الاتفاق الإطاري لمياه النيل في قبل عام 1997 ظلت دول المنبع تصر على مبدأ الانتفاع العادل المنصف لكل دول حوض النيل وهذا ما رده لبعض التحولات التي حدثت في هذه الدول أن هذه الدول تعداد السكان فيها يرتفع بشكل كبير هذه الدول تعاني من موجات جفاف ارتفاع مستوى الفقر في عدد منها لذلك هذه الدول ليس لديها مناص غير أن تحاول الانتفاع بالموارد المائية التي يوفر النيل ولعل في هذه القضية المعضل الأساسية أن نحر النيل لديه مشكلة أساسية نحر يبدو أن الصوت غير واضح سأنتقل إلى نيروبي استاذ علي يعني بموضوع النتائج هذه القمة هل فعليا نعتبر أن هناك تحقيق أي نتائج فعلي لهذه القمة خاصة أن عقدت على هذا المستوى وبالتالي كيف يمكن متابعة هذه النتائج نحن اليوم أمام مرحلة جديدة بسم الله بالتأكيد أن هذا الاجتماع للرساد والحوض النيل هو اجتماع يعتبر اجتماعا مهما في المرحلة الحالية ومع ذلك لا أتوقع أنه ستخرج عنه نتائج ملموسة لأن هناك وجهات النظر مختلفة تماما بين دول المصابة ودول المنبع وهذه الاتفاقيات هذه الاجتماعات ربما تكون تأتي في إطار في إطار المجاملات العامة فقط ولا أعتقد أنه ستكون هناك نتائج لأن هناك المواقف متباعدة جدا سواء على مستوى الدول المنبع أو الدول المنبع يعني ما هي الخلافات الأساسية التي لا يمكن حلها هل هي تتعلق بالحصص التي يمكن أن توازع على هذه الدول أم تتعلق بالشروط المصرية التي وضعتها في موضوع أن يتم الإعلام المسبقة عن أي مشروع على النيل أم ماذا يعني بالنسبة لمصر مثلا فهناك مواقف مصرية واضحة وهي أن تحظى بحصتها من مياه النيل حسب الاتفاقية 1929 وهي اتفاقيات أصلا تتحفظ عنها الدول المنبع الدول المنبع وبالتالي فالدول المنبع تريد أن تكون أن تتقاسم دول الحوض النيل المياه بصورة أكثر عادلا وهذا الموقف باعتبار أن مصر يمثل نهر النيل بالنسبة لمصر وسودان أساسي ومورد مهم جدا ويمثل 90% من حياتي هذه البلدين فأعتقد أنه لن تقبل مصر أي مصاومة على هذه الحصص وبالتالي فالمواقف ستكون هي هي كما هي ولن تتنازل لكن الإشكالية هي أن مصر يبدو أنها اتخذت موقف أكثر مرونة في هذه المرحلة ولأنه لو لم تتخذ هذا الموقف الدول المنبع ستتصرف بشكل أحادي حسب ما رأينا سابقا في مثل اتفاقية عن تيبه عن تيبه في 2010 وبالتالي على سبيل المثال يتوبيا الآن بنت انتهت من سد النهضة وهو تصرف أحادي وقد يضر الأمن القومي المائي المصري وبالتالي فمصر مجبرة والسودان أيضا مجبران على الجلوس مع هذه الدول والتوصل إلى سيغة مشتركة للتعايش والتعامل للتعامل مع هذه المسألة العالقة أستاذ علي هنا أنت تشير إلى أنه يبدو أنه ما فيه أي نتائج إيجابية تتعلق بهذه القمة لماذا عقدت على هذا المستوى يعني فيه مستوى رؤساء وزعماء للدول العشر التي اجتمعت وبالتالي هل يمكن أن يفشل هذا الاجتماع وما هي نتائج الفشل يعني هذا الاتفاق نعم كما قلنا سابقا هو اتفاق بهم جدا باعتبار أنه يجمع رؤساء الدول الحوض النيل وهي مسألة أساسية جدا وهو اجتماع يعتبر الأول من نوعه صحيح هذه لا إشكال فيه لكن نظرا للمواقف ونظرا للمطالب المختلفة لا أعتقد أنه ستكون هناك نتائج يعني إيجابية 100% حسب اعتقادي وإذا تم الاتفاق على أشياء سيكون اتفاق إيطار عام فقط أو مذكرة تفاهم بين الدول فقط ولن يكون خاضع للتنفيذ على هذا الاتفاق حسب التقديري أستاذ علي يعني أنت تشير هنا إلى إدارة الأزمة ستدار هذه الأزمة للمرحلة المقبلة وطبقة قماهية وما هو مستقبل يعني المشاريع التي يمكن أن تنشأ على النيل كيف سيكون موقف مصر منها يعني الموقف المصري ودائما هو واضح لكن أعتقد أن مصر أصبحت منشغلة في دالخلها منذ الثورة منذ أن جاء الرئيس السيسي إلى الحكم الآن أصبحت مصر متهالكة دالخلية ومنغالقة وأصبحت القضاء الأساسية بالنسبة لمصر الآن في الهامش وبالتالي لا أعتقد أن مصر وإن كانت تمسكة بموقفها لن تكون مصر السابقة حسب تقديري مصر لديها ما يكفي من المشاكل وبالتالي فأعتقد أن الموقف المصري رغم أنه هو نفس الموقف لكنه يعاني من هشاشة في الوقت الحالي أنتقل إلى الخرطوم أستاذ عبد المنعم بناء على ما قاله أستاذ علي فيما يتعلق بهذا الخلاف الكبير رغم أن نتحدث عن مرونة ولكن ما هو مستقبل نتائج هذه القمة كيف سينعكس ذلك واقعيا على النيل وعلى الحصص التي يمكن أن تكون لهذه الدول ومن هي الدولة التي تقود في وجه مصر هل هي أثيوبيا؟ أنا لا أعتقد أن أثيوبيا هي لوحدة التي تقود الموقف في واجهة مصر صحيح أن أثيوبيا هي الدولة الرئيسية في القضية لكن كل دول منبع النيل سواء كانوا غندا أو تنزانيا أو رواندا أو بروندي أو كينيا كلها لديها انشغالات المائية التي تجعل في أنها تريد أن تنضي نحو الإقرار الاستخدام المائي المنصف والعادل لكل دول حوضة النيل وهذه النقطة هي نقطة خلاف منذ أن بدأت تفاوض حول هذه الاتفاقية منذ أن أطلق البنك الدولي مبادرته لبنك الدولة بتضمين هذا الأمر وحتى وصل الأمر أن السودان ومصر في عام 2010 وافق على كل بنود المبادرة ما عدا التحفظ الرئيسي حول قضية الاستخدام المنصف والعادل وقضية الإختار المشروط السودان ومصر ومصر تحديدا موافقة على قضية الإختار لكنها تريد أن يضمن في الاتفاق الإختار المشروط الآن القضية الأساسية أن مياه النيل أن الموارد التي تأتي من النيل هي موارد ضعيفة لأن النيل يعاني من بعض الإشكالات خاصة أن النيل في جنوب السودان يخسر 20 مليار متر مكعب في آخر تقرير تحدث عنه بسبب ما يعرف بمنطقة السدود وهي منطقة ينتشر فيها النيل في مساحات واسعة ويفقد كمية كبيرة من المياه كما أن منطقة البحيرات الآن تعاني من تغيرات كبيرة بسبب التغير المناخي الموجود في العالم حتى أن آخر تقرير للأمم المتحدة تحدث عن ما تعانيه بحيرة تنجانيقة وهي واحدة من البحيرات الرئيسية التي تغزي النيل وتشترك فيها أربعة من دول منبع النيل لذلك الأمر يحتاج لمرونة من كل الأطراف أسيوبيا قد تبدو أنها بما أغدمت عليه من بناء سد النهضة والمضي في إنشاء مشاريع المائية قد تبدو أنها مضت خطوة أكثر من دول الحض لأنها كأنما بما قامت به من إنشاء سد النهضة أنها كانت تريد فرض سياسة الأمر الواقع في أنها لم تنتظر حتى يتم إقرار الاتفاق بشكل نهاي مضت مباشرة إلى بناء السد ودخلت في تفاهمات مشتر سلاسية مع سودان ومصر في محاولة لإيجاد حل للقضية ولعل الموديل التجربة الأسيوبية يمكن أن يعتد بها في إطار حل الإشكال في أن أسيوبيا مضت لبناء السد دون الدخول في اتفاق موافقة مشروطة من قبل السودان ومصر ثم بعد ذلك دخلت في حالة تعطفاهم مع السودان ومصر حول انشغالاتهم المرتبطة بالسد هل هناك موقف موحد سوداني مصري بوجه أسيوبيا؟ السودان المصري كان الموقف موحدا حتى عام 2013 لكن في عام 2013 حصل التحول في الموقف السوداني أصبح الموقف السوداني متماهي مع الموقف الأسيوبي عندما خرج الرئيس السوداني عمر البشير وأعلم في لقاءة جماهيري قرب الحدود الأسيوبية أن السودان يوافق على صد النهضة وأن السودان سيجني فوايد كثيرة من صد النهضة يعني اليوم مصر لوحدها في هذا الموقف في مواجهة كل دول حوض النيل دعيني أكمل الفكرة الموقف السودان تجاه صد النهضة أشر على أن السودان قد يحدث تحول وهناك بعض التصريحات من المسؤولين السودانيين أن تشير إلى أن يحدث تحول تجاه اتفاقية عن تب المرتبطة بحوض النيل أكملة كأنما تبدو مصر لوحدها في مواجهة دول الحوض لذلك أن الاجتماع الذي سبق هذا الاجتماع وعقد في مارس الماضي ما بين الفنيين ما بين وزراء المياه في هذه الدول كان عنوانه لمناغشة الانشغالات المصرية ولم يتحدث عن انشغالات سودانية لذلك يبدو أن مصر في مواجهة دول حوض النيل بأكملة صحيح أن الكنغو لديها بعض التحفزات على اتفاق عن تب لكن انشغالات الكنغو وتحفزاتها تختلف على الانشغالات والتحفزات المصرية وهي لا تتفق معها في قضية الاستخدام المنصف والعادل والاختار والحفاظ على الحقوق التاريخية لذلك تبدو مصر لوحدها في مواجهة بقية دول حوض النيل أعود إليك ستاة الياس يعني مصر لوحدة بمواجهة كل دول حوض النيل ما الذي تستطيع أن تفعله خاصة أنه في مشروع سد النهضة في مشاريع أخرى مائية على كل المجاري للنهر النيل الممتد يعني على مسافات كبيرة جدا يعني سأعطي فكرة واضحة وأذهب إلى موضوع التحول السوداني شيء مهم جدا اليوم تاريخ مصر يقوم على أربعة اتجاهات يعني القلق المصري عبر التاريخ كان من هي القوة المسيطرة على المتوسط لأنها موجودة على المتوسط هل هي فرنسا أسبانيا البرتغال أو أمريكا اليوم الولايات المتحدة الأمريكية القلق الثاني هو من البحر الأحمر يعني من يسيطر على الممرات خاصة قناة السويس لأنه قناة السويس تدخل ما يقارب الأربع مليارات سنويا لمصر الشيء المهم الثاني من الشمال الشرقي يعني الفلسطين المحتلة حاليا من يأتي إلى مصر من يهدد مصر الأهم اليوم هو عامل الجنوبة يعني نتحدث عن النيل اليوم عامل المسافة هو عامل مقلق لمصر إذا أرادت أن تتدخل عسكريا كيف تتدخل في منطقة أثيوبيا تحدثنا عن أثيوبيا كيف تتدخل إذا أرادت أن تذهب برا عليها أن تذهب عبر السودان والسودان اليوم في مشكلة أساسية مع تحوله مع تقسيمه إلى سودان جنوبي والسودان الذي نعرفه طيب اليوم لماذا تخود أثيوبيا أثيوبيا هي مركز الصقل الأساسي لأنها بعد 11 أيلول تحولت دور الأثيوبي كقوة إقليمية في الحرب على الإرهاب كلفت بحرب على الصومال هي 100 مليون نسمة ليس لديها موارد طبيعية تتحدث عن سد النهضة وقدرتها على بناء سد النهضة دون سؤال أحد هذا يدل عن التحول الجيوسياسي الذي تحدثت عنه أساسا في بداية الحلقة طيب اليوم تريد إنتاج الكهرباء السودان يتحول بسبب موقعه الجغرافي لأنه أقرب إلى أثيوبيا وإمكانية الربط الكهرباء خاصة هي جزء أساسي ومهم له نتحدث اليوم عن أثيوبيا لأنه النيل الأزرق هو جزء أساسي ممول أساسي 80% أو 65% يذهب إلى مصر العامل الأساسي الذي لم ينتبه إليه أحدا هو هذه الدول العشرة باستزناء مصر والسودان هناك التنين الصيني الذي أتى إلى هذه المنطقة وهناك نهضة مهمة جدا تحدث في أفريقيا الشرقية في هذه الدول في هذه الدول هذه الدول إذا تحدثنا يعني أنا أتحدث عن بس شو تأثيرات يعني الدخول الصيني على هالمسأل هو استعداد هذه الدول يعني أنا أتحدث مثلا على سبيل المثال بالعام 2013 حجم التبادل التجاري بين الصين وأفريقيا 200 مليار دولار الاستثمار الصيني ما يقرب 100 مليار دولار في هذه المنطقة مدارس مستشفيات بنى تحتية على معامل ربط خاصة في هذه المنطقة يعني أنا أتحدث هذه نتحدث عن المنطقة هذه المنطقة ما أعرف إذا مبيني على هذه المنطقة الزرقاء هي دول الحوض الأعلى للنيل كلها تستسمر فيها الصين وهي أفريقيا الشرقية بعملية ربط عبر سكك حديد عبر طرقات عبر كذا كل من هذه الدول يستعد لاستقرار داخلي المياه جزء أساسي منه لاستقبال الأموال الصينية وهذا جزء مهم جدا مصر تخرج عن هذه المنطقة يعني هذا يعني أن أثيوبيا وهذه الدول ستتمسك بموقفها صح ولن تتنازل ولن تتنازل لماذا؟ لأنه اليوم أنت سألت بسؤال وهذا سؤال مهم جدا أنه لماذا تذهب على صعيد الرؤساء عندما يذهب الرؤساء إلى قمة يجب أن يكونوا أن يذهبوا للتوقيع فقط يعني هناك لجاء وخبراء وخبراء هذا الأمر لم يحدث خليني تابع بهذه الفكرة بس هذا يدل بس خليني نكمل الفكرة هذا يدل أنه مصر تلعب لعبة الديبلوماسية والقوة الطرية ولا تملك القوة الصلبة التي فعلتها بعد عام 1870 عندما هاجت أسيوبي لسنتين عبر إيرتريا نعم فأنا هذا جزء مهم جدا خلينا نحكي على هذا الشق السياسي والمسأل السياسي وأقتصادي بعد الفاصل نفتح الشق المتعلق بالجانب السياسي ودوره في الخلاف وكيفية إدارة دول حوض النيل لهذا الملف أهلا بكم من جديد في برنامج جيران العرب وأرحب مجددان بضيوفي في الأستوديو الأستاذ ليس حنى خبير بشؤون الاستراتيجية ومن الخرطوم عبد المنعم أبو إدريس كاتب متخصص بشؤون الأفريقية ومن نيروبي أعلي جبريل الكتبي باحث في شؤون شرق أفريقيا والبحيرات العظمى أنتقل مباشرة إلى نيروبي استاذ علي مصر هي التي بحاجة لهذا الاجتماع ويبدو أنها هي التي تحتاج إلى هذه الكمية خاصة أنه تقول أنه 97% من المياه هي من مياه النيل وبالتالي فضرورة أن تكون موجودة في هذه القمة هي حاجة مصرية أكثر منها حاجة أسيوبية أو للدول الأخرى لدول أحوض النيل هل هذا يعني أن مصر ستتنازل في بعض النقاط مثلا؟ بالتأكيد الحضور المصري لهذه القمة هو حضور مهم جدا وهي حاجة مصرية ومطلب ملح بالنسبة لمصر قبل أن يكون مطلب دول المنبع لأن مصر الآن لو لم تحضر هذه الاجتماعات يعني أن ذلك سوف تتخذ قرارات مصيرية قد تحا يعني سيكون لها تأثير سلبي على مصر وبالتالي فالحضور المصري الآن هو مهم جدا لكن هناك أشياء يجب أن نفهم وهي أن الموقف الدول المصب اللي هي السودان ومصر هناك فيه فرق يعني الرغم أن الدولتين لهما مصالح مشتركة على هذا الاتجاه لكن هناك وجهات النذر مختلفة الموقف المصري هو أكثر تطرفا في حين أن الموقف السوداني هو موقف أكثر مرونة ويحاول أن يعمل اتفاقيات وتفاهمات مع هذه الدول وبالتأكيد مصر السودان هي دولة تحاول أن تستفيد من دول المنبع من خلال الصداقة ومن خلال الكثير من الأمور لكن الموقف المصري أكثر تطرفا هل هذا يعني أن السودان أكثر مرونة ممكن أن السودان توقع على اتفاق عن تيبي من دون مصر وأن تصبح إلى جانب أثيوبيا ودول الأخرى دول حوض النيل لا نستطيع أن نقول أنها ستوقع لكن نظرا للخلافات السياسية بين الخرطوم والقايرة حاليا سودان ربما تستخدم هذه الأوراق للضغط على مصر هذا سياسيا لكن أعتقد أنه دول المنبع إذن هناك موقف متطرف وموقف غير متطرف فإيثوبيا هناك معسكر في داخل دول الحوض المنبع أقصد يعني بقيادة إثوبيا وهو الجانب الأكثر تطرف أيضا في حين أن الكونغو وبروندي وورواندا هذه الدول أيضا لها مواقف أكثر مرونة وبالتالي فالاتجاهات تختلف سواء من دول المصاب أو على مستوى دول المنبع السيد علي هل وراء هذه المواقف يعني هناك جانب سياسي بمعنى هذا التشدد لأثيوبيا والدول الأخرى بمواجهة مصر هل وراءه أحد بمعنى دولة كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية مثلا أو غيرها نعم لا شك أن هناك المسألة الصراع المياه لها أبعاد سياسية كبيرة جدا ولا شك أن إسرائيل موجودة في المنطقة وفي دول حوض النيل تحديدا وتلعب ورقة كبيرة للضغط على مصر وعلى السودان والدور الإسرائيلي يعني في هذه الدول غير يعني لا يخفى على أهد كل واحد يعرف أن إسرائيل منخرط هذه الأشياء وتلعب أوراق سياسية كبيرة جدا أما الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانية هذه الدول العظمى لا أعتقد أنها يعني منخرطة على الشكل الذي تنخرط به إسرائيل أو على مثل إسرائيل وبالتالي فالواق هذه الأمور لها أبعاد سياسية كبيرة جدا ما هو الدور الإسرائيلي الذي تقوم به حاليا كيف يمكن أن تؤثر نعم دائما إسرائيل تستخدم دول المنبع والشركات الإسرائيلية والاستثمارات الإسرائيلية وإن كانت بمصاميات مختلفة موجودة في دول الحوض النيل والمساعدات الإسرائيلية تتدفق دائما على هذه الدول وذلك من أجل استخدام مها ضد مصر وضد السودان فالدور الإسرائيلي رغم أن الآن مصر يعني بدون أن تكون الإسرائيل دور في هذا الموضوع الآن يعني يمكن مصر أن ليست مصر سابقة هي دولة يبدو أنها يعني على وشك الإنغلاق داخليا وبالتالي في الدور الإسرائيلي موجود في كل الأحوال وصيال ستلعب إسرائيل أوراقها سياسية ضد مصر والسودان من خلال دول المنبع نعم أنتقل إلى الخرطوم يعني أستاذ عبد المنعم إلى أي مدى هناك في بعد سياسي لدول حوض النيل والمسألة المائية المتعلقة بتوزيع الحصص في هذه الدول وأيضا هل في مبالغة بالإشارة إلى الدور الإسرائيلي أم فعليا هذا الدور قائم وموجود أنا أعتقد أن الدور السياسي أو التأثير السياسي لقضية مياه النيل يأتي في المرتبة الثانية المرتبة الأولى في اعتقادي أن الوضع الاقتصادي لهذه البلدان لو نظرنا لهذه البلدان الموجودة على حوض النيل أغلبها تعاني من قضايا جفاف وقضايا مجاعات وقضايا اتساع مساحات الفقر بين المواطنية مما ما جعل هذه الدول تحاول إيجاد خطط للنهوض باقتصادها والدليل على ذلك ما تقوم بها السيوبيا في أنها لديها خطة تسمية عشرين سلاسين هذه الخطة في إطارة أنها تريد أن تبني سدود على الـ 12 النهر أنها موجود داخل أراضية حتى تستطيع أن تصل بإنتاجها بالكهرباء لـ 30 ألف ميجاوات وتصدر الكهرباء لعدد من البلدان صحيح بدت تصدير الكهرباء للسودان لجيبوتي لكينيا الآن لديها محاولة لإيصال الكهرباء حتى لمصر لأن الآن الشبكة السودانية ربطت مع الشبكة المصرية ثم بعد ذلك يأتي الدور السياسي أنا أعتقد أن الحديث عن الدور الإسرائيلي مضخم أكثر من اللازم لأن إسرائيل ليس لديها استثمارات بالحجم الكبير في هذه المنطقة الاستثمارات الأكبر في هذه المنطقة للصين الصين الأمس أو الأمس وزير الخارجية الصيني عندما قابل رئيس الوزراء الأسيوبي تحدى والرئيس الوزراء الأسيوبي كان للتو قادم من غمة عن تب التحدث عن الشراكة الاستراتيجية ما بين الدولتين أسيوبيا والصين إضافة للصين هناك استثمارات لعدد من البلدان العربية على رأس المملكة العربية السعودية في أسيوبيا تحديدا والإمارات وقطر هذه من الاستثمارات الكبيرة الموجودة في أسيوبيا فإسرائيل صحيح لديها استثمارات في أسيوبيا لديها استثمارات في أغندا لديها استثمارات في كينيا لكنها ليست بالحجم الأكبر والحجم الأكبر ورجود الأكبر كما قال الأستاذ الياس حنة للصين والصين أصبحت لعب أساسي في أفريقيا غير الجانب الاقتصادي الآن الدور الصيني حادث هو تحول داخل أفريقيا الصين الآن تريد أن تلعب بعض الأدوار السياسية إذا لاحظنا أن الصين من التجارب الجديدة أنها أصبحت ترسل قوات لقوات حفظ السلام الموجودة في أفريقيا لديها قوات حفظ السلام في جنوب السودان لديها مشاركة في قوات حفظ السلام الموجودة في دارفور أول أمس أرسلت طائرات مروحية لقوات حفظ السلام الموجودة في دارفور إذن هذه الدول التي تريد أن تلعب أدوار سياسية واقتصادية مؤكد لديها تأثير على ما يجري في الحوض لكن أنا اعتقادي أن السبب الاقتصادي هو السبب الرئيسي السبب الآخر هو سبب مرتبط بطبيعة نهر النيل والمناخ الذي يجري فيه نهر النيل لو نظرنا للإرادة الكامل لحوض النيل خارج المجرى النيل أن نجد أن الإرادة 1600 مليار متر مكعب الذي يجري داخل مجرى النيل ويصل حتى 34 مليار متر مكعب هذا جعل نهر النيل رغم أنه طوله أكثر من 6000 كيلومتر يعد واحد من الأنهر التي تعاني الفقر المائي لذلك هذه القضية محتاجة لمعالجات مرتبطة بطبيعة البيئة محتاجة لمعالجات مرتبطة بحصاد المياه من المياه الأمطار التي تحطر بغزارة في عدد كبير جدا من حول الحط وتضيع هباء وهناك مجموعة من المختصين السودانيين والمصريين قبل سلاسة عوام قدموا مخترح لقيام مشروعات حصاد مياه يمكن أن تضيف لخصة مياه النيل طبعا هناك مشروع قديم حول ربط نهر النيل بنهر الكنغو لكن هذا المشروع يعاني من بعض الإشكالات ولم يتم التقدم فيه لكن المشروع حتى الكلمة الرئيسة المصري عبدالفتاح السيسي أشار إلى هذا عندما تحدث عن أن الإرادات 1600 مليار متر مكعب ويمكن أن تقوم مشروعات للاستفادة من هذه الموارد المائية لذلك أنا أعتقد أن القضية الأساسية قضية مرتبطة بالاقتصاد والبيئة السياسة تأتي مرحلة لاحقا بعد ذلك ولكن أنت أشرت إلى أنه في مشروعات تتم اليوم على نهر النيل وبالتالي الشرط المصري الذي كان هو موضوع المشاريع التي تتم على هذه المجاري وبالتالي اختار مسبق لمصر بهذه المسألة كان في مشاريع من الدول المانحة التي كانت خصصت 20 مليار دولار للمبادرة دول حوض النيل لم يتم الاستفادة منها وذهبت بسبب انتهاء التاريخ وعدم الاتفاق على ذلك اليوم هل هناك كمان فرص أخرى يتم إضاعتها وما هو مستقبل المشاريع التي بنيت خلال هذه الفترة ولم يتم اختار مصر بها القضية قضية الاختار طبعا مصر هي تطلب الاختار المشروع أنها يختار وأنها توافق على المشروع التجربة التي قامت بها أسيوبيا في بناء سد النهضة واعتقد أن عدد من دول حوض النيل ستقدم على هذه التجربة أنها مضت في بناء سد النهضة دون أن تحصل على الموافقة السودانية المصرية وبعد ذلك عندما حدث الحديث الكثير وبدأ الاحتياجات المصرية السودانية التي كانت مشتركة إلى وقت قريب قررت أسيوبيا وافقت على الدخول في تفاوض مع الجانبين وأنها لا تريد أن تضر بمصلحة أحد وأنها مع أن يحصل كل طرف على حصته ولكن التحول الذي حدث في الموقف السوداني أن الموقف السوداني كان في السابق مع مصر في أن لا بد من الاختار والاشتراط الموافقة السوداني انسحب وعلن رسميا على أعلى سلطاته وأنه موافق على سد النظر وأنه سيستفيد من سد النظر هذا أضعف الموقف المصري لحد كبير جدا وهذه التجربة هذه التجربة صحيحة أن مصر والسودان وأسيوبيا وقعتا ما سمتوا الاتفاق الإطاري في مطلع عام 2014 في الخرطوم هذا الاتفاق نص على عدم الإضرار بعين مصالح البلدان السلاسة لكن التجربة الأسيوبية قد تشجع عدد من دول حوضانيل في أنها تقدم على إنشاء مشاريع مائية دون أن تصل إلى إختار مصر والموافقة تحصل على الموافقة المصرية الخطر الآخر الذي يهدد مصر أنه الآن لدينا خمسة دول وقعت وصادقت على هذا الاتفاق لدينا دولة واحدة اللي هي بروندي موقعة على الاتفاق ولكنها لم تصادر إذا صادغ البرلمان البروندي على الاتفاق سيصبح الدول المصادقة ستة دول وستصبح الاتفاقية سارية ولن تنتظر الموافقة المصرية كما أن دولة جنوب السودان الآن ليست متحفزة دولة جنوب السودان أبدت في آخر اجتماع لدول المبادرة أنها تريد أن توقع صحيح هي مشغولة بغضايات داخلية الآن لكن إذا أقدمت على التوقيع يصبح والسودان موقف واضح أنه بمرونة شديدة وقد يصل إلى مرحلة التوقيع في مرحلة لاحقة ستصبح مصر في مواجهة هذه الدول لوحدها لذلك أنا أعتقد أن الإشارات للمشاريع المرتبطة بحصاد المياه والمشاريع وإشارة لأنه إمكانية قيام تكتل صناعي بين دول حوض النيل تكتل الاقتصاد صناعي بين دول حوض النيل حديث عن إنشاء مناطق صناعية حديث عن العون الفني المصري لهذه الدول يشير إلى أن مصر كأنما يعني تريد أن تعطي إشارات بأنها لديها استعداد للتعاون في مجالات كثيرة وكأنما تريد أن تغري هذه الدول بأن هناك موارد في مواقع أخرى خارج مجرى النيل يمكن أن نتعاون ويمكن أن تكون مفيدة بالنسبة لكم أعود إليك أستاذ اليس يعني ما هي أوراق مصر فعندي خمس نقاط أنا يريد أن العسكري أن الخيار الدبلوماسي وتحدث من السودان من الخرطوم شيء مهم جدا أنه إذا وقعت البروندي وصادقت عليه في المجلس تصبح سارية فتصبح مصر فأذن من هنا حضور مصر أنه حضور الدبلوماسي القوة الطرية القوة الصلبة الجزء المهم الثاني أنه لا يوجد هناك دولة عظمة قادرة على إدارة هذا الموضوع خاصة في التحول الأمريكي عن المنطقة والدخول الصيني يعني أنت في مرحلة انتقالية ليس هناك من قوة مديرة مهمة جدا معك خبر أنه خارطة المجاعة هي في هذه المناطق يعني الإيكونوميست أو الواشنطن بوست بأعتقد نشرت خرائط خرائط المجاعة والموت هي في هذه المناطق وصولا إلى اليمن إلى طريقة ما اتنين الأكثر استعمالا لزراعة المياه هو في مصر من هنا ضرورة يعني تعديل المقاربة الزراعية وطريقة استعمال المياه المهم أنه أفريقيا هي مسلح تجارب للصين في كل المجالات السياسية العسكرية الاستثمارية وحتى موضوع التواصل أثيوبيا غيرت العاصمة خمس مرات يعني أثيوبيا تبني العاصمة تستهلك الطاقة الشجر والغابات حولها اليوم سد النهضة هو جزء أساسي للتعديل بهذا الموضوع هلأ المهم تحدث عن الدور الإسرائيلي الدور الإسرائيلي هو إحدى العوامل الأساسية وهذا أمر يعود إلى تطويق التطويق أيام جولد مئير بالخمسينات عندما كانت تطوق العالم العربي لأن العالم العربي كان يطوق لديها استثمارات في كينيا ولكن لأهداف مختلفة تريد كينيا كباباً للمحيط الهندي وتريد كينيا كباب لمراقبة الحركية الإيرانية في بحر العرب أو في المحيط الهندي فأذن هذه عوامل كلها تصب خارج إطار التأثير المصري لأن مصر لديها مشكلة داخلية 20 مليار دولار في الصندوق يعني لن رغم كل اللي أشارت لإلو واليوم ضعف هذا الموقف المصري بمجرد أنه جاءت إلى هذه القمة وتحدثت عن مرونة في المباحثات بعدما كانت أخذت موقف صلب ومتشدد اليوم هذه المرونة هل يمكن أن يتم توظيفة إلى أن تصل إلى التوقيع على الاتفاق عن تيبي خاصة إذا بقيت لوحدها وإذا كانت هذه الدول بروندي تم توقيع والمصادقة على الاتفاق اليوم الواقع اختلف الاتفاقات من الـ 29 إلى الـ 29 أو الـ 29 إلى الـ 59 تبدلت تبدلت مصر تبدلت هذه الدول يعني اليوم إذا الدبلوماسية لم يعني دايما بأي عمل دبلوماسي الدول العظمى هناك العصى والجذرة كما يقول تيودور روسفيلد تكلم بلطف ولكن احمل عصى غليظة ما الذي لدى مصر لتقدمه لتعطي جذرة عبر الوما المتحدة ليست قادرة عبر القانون الدولي ليست قادرة لأنه سد النهضة أصبح أمرا واقعا عبر العمل العسكري الجغرافية تعمل بعكس مصر وليس هناك من نتيجة منهم من تحدثها أنه يمكن لمصر أن تقصف سد النهضة قبل أن يمتلئ وهذا أمر يتطلب طائرات مهمة تطير من مناكز قريبة من السودان هل تستطيع مصر أن تقوم بذلك من دون موافقة أمريكية أو من دون موافقة لأن حياة وموت ولكن يقال في هذه الاقتراح الأوردنانس يعني أي قذيفة قادرة على ضرب سد ألف وثمينمائة متر عرض وارتفاع مائة وسبعين مترا يعني يستلزم تقنية مختلفة ومعقدة وليس لمصر هذه التقنيات الأساسية خاصة أن الطائرة التي تطير من مصر لتذهب إلى أثيوبيا يجب أن تتمون وتريد محطات متوسطة أهمها السودان هل السودان قادر؟ نرى أن السودان يحاول تغيير وجهة وقد يوقع على معاهدة عن تيبي يعني تستطيع ذلك يعني هل مصر تستطيع أن تقوم بهذه الضربة من دون أن تأخذ موافقة سياسية وشونة إجازة سياسية أصلا؟ موافقة سياسية موافقة مفهوم القانون الدولي موافقة تقنية من أين ستأتي بهذا الموضوع وما هي النتيجة؟ يعني الفشل مرة قد يؤدي إلى فشل دائم وفرض أمر واقع لكن أنت بالمؤشرات اللي شايفة هل ترى أنه في ذهاب لهذا النوع؟ أنا بالديبلوماسية وأنا أعتقد حل بالسياسة وحل بالتوافق وحل بتغيير جذري للإدارة القطاع الزراعي في مصر وقيفية استعمال المياه لأنه الأيام القادمة هي أسوأ من الأيام التي ذهبها هل سد النهضة هو اللي خل مصر أيضا يعني تأتي إلى هذه القمة؟ يعني ليس فقط أكيد سد النهضة لأنه سد النهضة النيل الأزرق يأتي من أثيوبيا وأغلب مياهه 60% إلى 70% تأتي إلى النيل لمصر أما النيل الأبيض يأتي من الكونغو فأصلا هذا جزء الأساسي المهم لأن أثيوبيا هل رح يتأثر سد النهضة من هذه القمة؟ لا 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 سد النهضة أصبح أمرا واقعا اليوم كيفية ملء سد النهضة يعني بدك تقطع المياه لفترة طويلة عن مصر لملء هذا السد لأنه يحوي يعني ليس في عقلي كم مليون متر كعب فإذا هذا الأمر قد يؤثر التبخر ملء السد والتصحر والتغير المناخي والخسائر على طريق النيل يصل إلى مصر قد يؤدي إلى مشاكل أساسية مهمة جدا خاصة مصر هي في حالة عدم استقرار اقتصادي واجتماعي أعود إلى أستاذ عبد المنعم يعني فعليا هل هناك تخوف من حرب يمكن أن نصل إلى مرحلة المرحلة عسكرية أم الديبلوماسية ستبقى هي الحل بالنسبة لمعالجة كافة الخلافات التي تحدثنا عنها أنا لا أعتقد أننا سنصل لمرحلة حرب مأخذين في الاعتبار الملاحظات التي قال الأستاذ الياس حنة في أن الحرب محتاجة لموافقة سياسية من أطراف دولية ومن قانون دول المنوم المتحدة محتاجة لتقنيات محددة لا تتوفر الآن لمصر الدولة التي يمكن أن تغير الآن مصر بدأت بالفعل في محاولة العمل الدبلوماسي الآن هي لديها علاقة جيدة جدا مع حكومة جنوب السودان تدعم حكومة جنوب السودان دعم كبير الآن لديها علاقة جيدة جدا مع أغندا الرئيس المصري زار أغندا قبل هذه الغمة بفترة وقضى ثلاثة أيام وتحدث عن مشروعات فنية ومساعدات فنية لأغندا مصر ليس لديها خيار سياء أن تلعب لعبة الدبلوماسية غير وارد أن نصحب قد تكون تحدث حروبات ولكنها قد تكون حروبات بالوكالة ولكن حرب مباشرة للجغرافية تساعد وللظروف الاقتصادية وللظروف السياسية وللظروف التقنية تساعد أي من البلدان ولكن أستاذ عبد المنعم أنت تحدثت عن استفافات حتى ثنائية حتى بالمعنى أثيوبيا والسودان وغيرها فبالتالي ألا يشكل ذلك استفزازا لمصر خاصة أنها ستبقى وحيدة وما هي خياراتها ما هي الأوراق بيدها المصر الآن ليس لديها أوراق ضغط هي عليها أن تعمل بالدبلوماسية لمحاولة تخفيف الأضرار التي تقع عليها لكن الأوضاع ظروف مصر التي تحيط بها ومشكلات الداخلية والاستفافات التي تحدث في منطقة حوض النيل واللعبين الجدد الذين يتحركون الآن في منطقة منابع النيل كل هذا خصما عن الدور المصري وخصما عن المصالح المصرية مصر عليها أن تحاول أن تخفف الأضرار التي تقع عليها في أنها تدخل في مشروعات مشتركة مع هذه الدول ولعل الدولة الأقرب إليها يمكن أن تدخل معها في مشروعات زراعية يمكن أن تساهم في حل مشكلة الأمنة الغزاية السودان السودان يتوفر له أراضي زراعية بخمة غير مستغلة مصر لديها خبرات يمكن أن تدخل في شراكة اقتصادية زراعية مع السودان لإنتاج محصولات غزائية تساهم في حل الإشكال المصري لكن الواضح بالمعطيات الموجودة أن مصر لا تستطيع أن توقف ما يجري في منطقة منابع النيل كل المطلوب منها أن تخفف الأضرار ويبدو أن هذه الدول حزمت أمرها ومضت في طريق أن تنشي مشروعاتها وفي أن تخلق استفافاتها السنائية وأن تتحدث بلغة واحدة لأن هذه الدول يبدو أن تفاهمات داخلية ما بينها وأن علينا أن نرعى مصالحنا علينا أن نستفيد من الموارد لأن أسيوبيا التي تقود هذا الأمر أسيوبيا تورد 86% من إرادات نهر النيل تأتي من النيل الأزرق وفرع آخر اسمها نهر عطبرة هذه 86% من إرادات نهر النيل تأتي من أسيوبيا وأسيوبيا تتحدث أنها توفر 86% وفي نفس الوقت أن شعبها يعاني من المجاعة أن شعبها مناطقة تعاني من الجفاف أن نسبة الفقر فيها عالي أنها تريد أن تستفيد من هذه الموارد لذلك على مصر أن تحاول أن تجد معادلة لتجعل هذه الدول تستفيد من الموارد في ذات الوقت أن تخفف عليها الأضرار ولكن حل نهاي يبدو أنه لا يلوح في الأفق في الحالة الموجودة في المصر وفي التغيرات التي حدثت في المنطقة أرجع لعندك أستاذ اليسوبي باختصار شديد بين التنمية الاقتصادية والتوترات السياسية نحن ذاهبون إلى ماذا؟ الديبلوماسية هي جزء الأساسي هي الوسيلة المتوفرة لمصر حضور القمة يعني عمل ربط سياسي بهدف التفاوض للوصول إلى تنازلات من قبل مصر أن لا تكون لديها الفيتو أن لا يكون لديها الحصة الأكبر بالتساوي من ضمن مشروع متساوي متكامل بين مصر ودول حوضوني ضمن السودان لعملية إدارة الزراعة وإدارة المياه وهذا الأمر حتى الآن ليس متوفرا فإذا نحن أمام مرحلة قد تأخذ وقتا طويلة مرحلة تفاوض طويلة مرحلة تفاوض طويلة أو إطار عمل أساسي منه التعاون الدبلوماسي السياسي وحتى المائي وهنا أعتقد أن الصين سيكون لها دور أساسي مهم جدا خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية تتخلى شيئا شيئا عن المتحدة يعني تكون هي الراعي لكل دول حوض النيل هي الراعي وأتى الرئيس الصيني في فترة من الفترة أو رئيس الوزراء الصيني أتى إلى مصر لأنه مصر تتحول إلى أن يكون دورة سياسية وليس فقط استثماريا وأقتصاديا وهي هذا الهدف يعني اليوم عندما نتحدث عن طريق الحرير البحرية طريق الحرير البرية التي تقوم بها صين كلفة 1 تريليون دولار تريليون دولار وقد تكون هذه المنطقة جزء أساسي منه شكرا بالختام أشكر ضيوفي بالأستوديو الأستاذ اليس حنى خبير بشؤون الاستراتيجية ومن الخرطوم عبد المنعم أبو إدريس كاتب متخصص بشؤون الأفريقية ومن نيروبي علي جبريل الكتبي باحث في شؤون شرق أفريقيا والبحيرات العظمى أشكر متابعتكم برنامج جيران العرب نلتقي الأسبوع المقبل في نفس الوقت وعبر نفس الشاشة التلفزيون العربي معي أنا نجاة شرف الدين إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر